هذه امرأة هو رجل يقول أو تقول أنه حصل لو حادث وحصل في عوجات في الأنف فهل يجوز إجراء عملية لتعديلها للعوجات؟ أهلا بأس بالتعديل إذا كان حصل شيء تصاغطت الأسنان أو الأنف أو العظم انكسر فتعديل العضو المصاب إلى حيث كان لا بأس بهذا لكن في الحقيقة أحيانا يكون العوجات يسير جدا فيعقد الإنسان نفسه وكأن الناس تنظر إليه وكأنه ناقص فيعرض نفسه لعمليات عمليات ليس بالأمر الهيئ ما من إنسان يعمل عملية إلا في البداية من شدة الأوجاع يندم أنه يعني يوافق على هذه العملية هذا واقع فإذا كان الأمر محتمل والعوجات يسير يتحمل إنسان هذا ويحمد الله عز وجل أنه ما أصابه شيء أكبر من ذلك أما إذا كان العوجات شديد ورغب الإنسان يجري عملية حتى يعيد العوجات أو التعديل العضو سواء أنف أو أسنان أو يد أو رجل إلى حيث كان فهذا لا بأس به شرعا إن شاء الله والله أعلم شكرا